الدين لله والوطن للجميع ما تريد بدون أي وازع إجباري أو اختياري كدين ولكن الحياة من حق الجميع لا يحق لأحد إنهاء حياة أحد تحت سلطة قانون تحت سلطة مشرع تحت سلطة دولة فكيف ترى هنا؟ الذين يتحدثون عن الدين باعتباره للفرد كأنهم يقصرون الدين على العقائد كما قالوا الدين لله والوطن للجميع ولكن هنا مع الأسف في هذه المساحة أو الفراغ الكبير دخلت القوميات ودخلت طائفيات ودخلت اللاوطنية ودخلت الطائفية مع الأسف وأصبحنا مشتتون من أنت من تعبد من إلهك وما دينك وما قوميتك أصبحنا لا أعلم شيء ولكن أرني أرني دينك أرني دينك كما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلام يمشي إسلام يمشي على الأرض صحابته إسلام يمشي على الأرض أخلاق معاملات معاملات قبل أن تكون عبادات الذين يتحدثون عن الدين باعتباره للفردي وهو اختيار فردي هؤلاء يقصرونه على العقائد والعبادات وهذا كلام صحيح العقائد والعبادات هي اختيار فردي لا يحق للناس أن يتدخلوا فيها وهي محمية بقوانين العالم جميعا لكن هناك جانب في الأديان جميعا هو تلك القيم التي ركزت عليها الأديان وعقائدها وركزت عليها عباداتها والإسلام بين الأديان إلى جانب المسيحية واليهودية كذلك لكن المسيحية بشكل خاص والإسلام لها قيم إنسانية وهذه القيم هي التي نريد حمايتها والتدين من هذا الجانب يصبح قضية إنسانية تعني الجميع نحن لا نريد أن يوجد دين في العالم يتنافع الحرية ويتنافع حق تقرير المصير ويدعو إلى العنصرية الجنسية أو العنصرية البشرية والأديان التي تدعو إلى ذلك لا نعتبرها دينا ونستبعدها اليوم الإسلام كالمسيحية له قيم إنسانية قيمة المحبة قيمة الأخوة قيمة العمل للصالح العام هذه قيم محفزة لنمو العالم لا نستطيع أن نستبعدها لا نستطيع أن نأتي لمجتمع متدين ونقول لهم استبعدوا الدين نحن نريد تنمية نحن نريد التنمية على أساس القيم الدينية التي تؤمن بها فالدين هو عنصر تحفيز وعنصر تغيير وعنصر بناء وتشييد الذين يتحدثون عن الدين اليوم يستعملون عنصر فرقة ويدعون أنهم متدينون وهم يضربون الدين في صميمة الدين لم يدعوا إلى الفرقة دعاء إلى الجمع إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا منح التجميع إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين هؤلاء أمة واحدة لأننا نعتبر أن هؤلاء يختلفون في العقائد لكنهم يجتمعون في القيم نحن نريد أن نجعل التدين عنصر جمع بين البشرية نحن البشر جميعا نناظر من أجل الحرية الحرية قيمة دينية عند النصارى قيمة دينية عند اليهود قيمة دينية عند المسلمين ينبغي أن نناظر من أجلها عندما تأتي العنصرية ويقول أحد المنتسبين لدين ولعل الإسرائيلين اليوم يقولون بأنهم مع العنصرية نقول لهم إما أن تكونوا متدينين ودينوا يدعوكم إلى نبذ العنصرية فإذا أسررتم على العنصرية واستبعدتم العنصر العربي من حق القرار في إسرائيل فأنتم عنصريون لا حاجة لنا بكم أنتم ضد الإنسانية خاصة بعد أن شهدت منظمة اليونيسكو باعترافها أن المسجد الأقصر هو صرح إسلامي كامد بامتياز فما كان من إسرائيل إلا أنها لغت أي علاقاتها ولغت كل تعملتها مع المنظمة هذا ما أدخلنا عليه الذي أقوله يا ابني أن الدين يبقى حقيقة في المجتمعات العالم كله متدين إلا أوروبا أوروبا متدينة بالنسبة 30% لكن بقية العالم إفريقيا متدينة 98% على اختلاف إديانها آسيا متدينة بالنسبة 80% أمريكا الجنوبية متدينة بالنسبة 93% أمريكا الشمالية متدينة بالنسبة 80% الدين حقيقة في العالم إلا في أوروبا لأن أوروبا تقود العالم يريدون مننا أن نبتعد عن كلمة دين نحن لا نعتبر الدين ملزما لغيرنا حتى تبتعد كلمة الدين من نضالنا ونحن لا ننطلق من منطلقات دينية عقدية عبادية ننطلق من منطلقات إنسانية تجمع الأديان جميعا لتحقيق إرادة الإنسان في الحرية والدين كله يدعو إلى الحرية لا إله الله هي حرية الإنسان نحن ندعو إلى كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم نحن ندعو إلى العدل باعتباره قوام الإنسانية ولا حياة بدون عدل والإسلام دعا إلى العدل إذن قيم الإسلام التي دعا إليها هي القيم الإنسانية التي توحد البشرية وهي التي تدخل على قلوب العامي والضعيف وقليل الحضارة وقليل الفهم وقليل المستوى الاجتماعي والمستوى العلمي تدخل على قلبه فتفتحه لا يحتاج إلى مستوى ثقافي أرفع ليتحرك لقضية إنسانية إذن لا تناقضة بين عالمية منهج البشرية اليوم وبين القيم الدينية التي تعزز هذه العالمية وتجعل الناس أمة واحدة أبوها آدم وأمها حواء تختلف في عقائدها تختلف في عباداتها ولكنها تتحد في إنسانيتها ترجمة نانسي قنقر